تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم راس الخيمة بدعم قطاعات الأعمال وتمكين النشاط الاقتصادي في الإمارة أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في راس الخيمة اليوم إعفاء شركات تنظيم المعارض وصالات الأفراح والمناسبات من رسوم الترخيص التجاري لعام 2021 وكذلك من المخالفات وغرامات التأخير التي ترتبت عليها بشكل كامل وبنسبة بئة في المئة وتأتي هذه التوجهات ترجمة لرؤية سموه الرامية إلى وضع أسس وركائز قوية تضمن استمرارية الأعمال ونمو النشاط الاقتصادي في الإمارة في ظل الظروف الراهنة وشملت التوجهات الأخيرة سريان الأعفاء لمدة عام من تاريخ اعتماده بحيث تستفيد منه المشآت المشمولة بالأعفاء في حال تجديدها للرخصة وفقا للتواريخ انتهاء الرخصة التجارية ترجمة نانسي قنقر